هذا ابو الاعتيق اول صباح يصحيني من النوم سمعته صح نغمة حزينة على طول اصحى ما عرف ليش العراقين يحبوا كل حزن حتى في البيع حزن الله يحفظهم بكم النوم يماريض آس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العيون وارما ما عليكم عارفين رمضان وكذا شوفوا قمعات الخير اتمنى انكم تركوا معي في كلامي موضوع الترند اللي صاير للقاء اللي سويته في احد الاذاعات قبل ثلاثة شهر وصاير ترند في اعمال وصاير كلام كثير وكل الحسابات الدولة الحين كمية اتصالات ومسيقات توصلني من محبين يحيي الهاشم حتى في عائلة كويتية يعني متواصلين معي قبل شوي وما عاجب منهم ليش ان انا قلت ما عندي محتوى واروح مع دكتور نفساني وإلى آخره ونحن نحبك ونتابعك من يومك نتغطي خريب صلالة ومحتوىك طيب وعفوي وبدون تصنع انا وعياني نتابعك اول باول فهذا المسك هو اللي خلاني حين اطلع بهذا الفيديو ووضح لكم بعض النقاط يا جماعة الخير ركزوا اللقاء كان طويل فهم اختصروا ونزلوا فلو نرجع للقاء ايش كان الموضوع الموضوع الله يسلمكم عن حياة المشاهير طيب كيف تأثيرهم للمجتمع من ناحية الاشياء السلبية والايقابية فانا كان هيش الكلامي بس هو مقصوص يعني الموضوع انه بعض من المشاهير يتصنع في المحتوى انه عايش حياة حلوة عايش حياة زوجية حلوة عنده فلوس مرتاح يظهر للناس انه هو يعني طوب هو تصنع فهالشي احيانا يأثر على المتابع ليش انا لما قلت بعض الفنانين انتوا عارفين بعض الفنانين وبعض المشاهير في الوطن العربية وحتى في العالم اللي هو الكابلز البعض منهم يطلع بحياة زوجية وحلوة وهي مدة وهي مدة دقيقة يعني انه يعني كيف يتعامل مع زوجته بلطافة برومانسية و الاخره بس في الواقع يمكن يكون عندهم مشاكل اكثر يعني ما شفنا مشاهير مشهورات مطلقات يعني وين اول كان ان يصورا انهن عايشات ويمسكن يتزوجهن ومدرويش في المقاطع واخر شي لما تكشف في الحقيقة ان هي صار عندها مشكلة واتطلقت وبعدها تزوجت مع واحد و الاخره فاقولكم يعني هذا يأثر على الزوجات الاخريات يعني لما يشوفن والله هذه مرتاحة مع زوجها ليش انا ما ليش زوجي ما يزعاملني كذا ليش ما كذا شكرا ربك يمكن يكون زوجك هو افضل حال من زوج هذه المشهورة اللي هي كانت تتصنع لكم انه هي حياة زوجية فانا اقول لا تتأثروا من بعض المشاهير ومأثرين في الوطن العربي او في العالم حلو حتى انا اتكلمت عن نفسي يعني انا كشخص احب دائما عفويتي احب ما احب اتصنع قادر اشتري اغلى ساعات قادر اني اخبر اني يوميا انا اتصنع لكم اني انا سعيد وفرحان لا انا حتى قلت لكم اني اروح مع طبيب نفساني اتعالج في فترة من فترة رح تتعالج مع طبيب نفساني وانا اللي في قلب فلساني اقولكم ايا فالمتابعين اللي يحبون يقول ليش قلت هذا الكلام طرح على الفكرة حتى الوزير مسؤول انه حكام يتعالج مع وزير مع دكتور نفساني طه الدكتور نفساني ما معناه انه يعالج المجاني لا يعالج كل حتى لو كنت انت صاحي هذا نقطة نقطة ثانية لما قلت انه انا ما عندي محتوى فالمقصود من المحتوى الحقيقي يعني مثلا محتوى حقيقي اللي هو محتوى الطبخ احمد السعدي محتوى حقيقي يعتبر محمد النوفلي واضح محتوى ثابت حقيقي يعني هيش المقصود انه قصدا محتوى حقيقي ثابت سواء في الطبخ كرة القدم ناقد ممثل هذا محتوى ثابت اما انا لا انا تحصني محتوى متنوع بس ما يوصل لتركة انه محتوى حقيقي محترف عشان كذا قلت لنفسي فالناس ما عجبها يعني اللي يحب ويقول ليش قلت اللي كذا نحن نتابعك ولادنا يتابعوك هلنا يتابعوك ليش تقول نفس كذا الكلام ما يرضينا ان انت تقول هل الكلام ونحن نحبك فهذا الفيديو انا لما نزلت الحين انا نزل لكم للناس اللي تحبني اما اللي تتنمر علي هذا يعني اللي يتنمر مهتم فيه لانه هو يتنمر عندي ويتنمر مع فلان وعلان وعلان فالمشكلة عنده هو ما مشكلة عندي انا انا وعلان معنات ان انت عندك مشكلة نفسية ومشكلة حقد وحسد وهل اشياء فانا ما اهتم فيها يمكن اتأثر من اشخاص اللي اعتبرهم اضرب لهم الامثلة دائما الناس او شخص كبير او وحدة كبيرة مثقفة ومثقف ويقول كلام ويتنمر شوي يمكن يحس في خاطري لكن المراهقين او النريض والحاسد الحقد ابدا ما اعتم ولا اتفت بما يقوله فلذلك انا حبيت اوضح لكم يا جماعة الخير اللقاء كان طويل بس هم قصوا عشان على اساس ان الفيديو يكون قصير وينشرون الحين هيش اللي صار بعض الحسابات الاخبارية خذوا حطوا صورتي وكتبوا كلام كمثال ان يحي والله يتعالق نفسي انزين وضع طيب فبعض الحسابات تحطين صورتي هيش كاتبين المشهور يحي الهاشمي انا اتعالق طبيب نفساني شوفوا التعليقات السبية انتو يعني تابعتوا اللقاء ايش كان انا اقصد هيش اقصد يعني ان المشاهير بعض المشاهير ما تفكرون منهم عايشين حياة حلوة وان انتو لا هذا اللي اقصد انا فيه فقط حتى ترجعوا للقاء موجود الرابط في القناة اليوتيوب في اليوتيوب يعني موجود اللقاء كامل فكذلك عشان موضوع المحتوى وإلى غير اللي كاتب بعد نفس شيء موضوع انه والله بعض المشاهير هدفهم المادة هو فعلا انا وتكلمت عن نفسي انا هم ما كتبوا انه يحيى والله حتى هو ما يهم الفلوس انا قلت في اللقاء حتى انا من ضمن المروقين اللي يهمني ادخل السوشال ميديا عشان فلوس فعلا يعني هذا الشيء اقولكم يا بصراحة يعني بس هم لا حطوا عبارة وما كملوا يعني فصار كله هجوم ضدي في ناس قالوا والله يحيى انه كلامه صحيح وفي ناس تهجموا عليه بصراحة بتعليقات سلبية تابعت التعليقات شفت ما شاء الله الكمية الكلام السلبي اللي يعني جاني بخصوص اللقاء المختصر يعني فحتى لو تلاحظوا اذا وزير مثلا طلع وصرح في لقاء مطول الاخبارات والحسابات الاخبارية تاخذ بس شق من اللقاء اللي هو يثير للقدل عشان الناس تتفاعل وتتكلم بس لما يرجعوا للقاء الوزير مثلا هو المسؤول يطلح كلامه صحيح كلامه واقعي وكلامه مثل وكيل التنمية لما اخر مرة كان يتكلم عن موضوع بعض العوائل الوكيل لما يعني كان يتكلم عن صحفي يسأل عن موضوع التباكي في السوشال ميديا بعض العائلات يعني فهو رد على هذا كالسؤال اللقاء المطول كامل وشيق وتابعت أنا بصراحة بس سبحان الله يعني ياخذوا كلمتين من اللقاء كله بحيث انه يصير فيه تعليقات والتعليقات السلبيهية طبعا اللي ترفع الفيديو ويصير اساء في هذا المسؤول او الشخص اللي يتكلم فهي هذه النقطة يا جماعة الخير بس حبيت اوضح لكم لانه فعلا تلفوني ما يسكت من الرسائل من الاشخاص اللي يعزوني ويحبوني بصراحة بحبي توضح لكم بنزل هذا الكلام كله نزلت الحين بوست بحيث انه اي واحد يتواصل معي ارسل لهذا الكلام والتوضيح ويعطيكم العافية ان شاء الله بكرة راجع للبلد الله يحفظ اشتركوا